فوتشر نجوعة صعبة صعبة جدا تحدي العصام الجزائري مودرن فوتشر سوبر سبورت الجنوب أفريقي الهلاني الليبي جميل تحدي العصام الجزائري طبعا هو حامل اللقب تعلمت لكم في الرئيس الأفريقية فاز على النادي الأهلي في السوبر الأفريقي اللي في بداية هذا الموسم اللي تلعبت في المملكة العربية السعودية يعني فريق لا يستهم به مدارب عبد الحق بن شيخة هو ممكن عبد الحق بن شيخة هو أرضل وأقوى عنصر الفريق مدارب الفريق بيعرف يستخدم عنصر بتاعته شكله كويس جدا جدا وده شوفناه في مطش الأهلي في السوبر الأفريقي يعرفي إزاي يلعب الأهلي ويزا بوله كده يقفل على كل مفاتيحه فمداربهم عبد الحق بن شيخة مدارب قوي جدا جدا متمرس جدا جدا لعب في تاريخه سبع نهائيات مخسرش ولا نهائي فداخل البطولة وزي ما احنا نقوله الزمانك طمعان في اللقب تحضر أسامة طمعان برضو ويحافظ على اللقب لأن تحاسي أن الفرق مش كتير مش قوية بالإسماء مش كبيرة قوي مدن فيوتشر عنده طبعا الفرقة فيه لعبة كتيرة رحلوا من الفريق وتغيرت الإدارة وتغير الجهاز الفني لكن أعتقد بدايتهم قوية جدا في الدور المحلي يعني تدينا كده أمل أن فيوتشر ممكن يعمل حاجة سوبر سبورت جنوب أفريقي مش فرقة قوية ولكنها لها خبرات في القرار الأفريقية أكيد أكتر من فيوتشر نيجي بقى على الهلال الليبي نفس القصة بتاعت الفرقة الليبية موجودة مع الزمالك ومع فيوتشر اللي هي الليبي يقوده المدرب المصري محمد عودة نجمع المقولين السابق عامل معهم نتائج قوية جدا جدا فبرضو ده هتخلي المجموع أصعب إن المدرب مصري فبعارف فيوتشر ممكن يعمل حاجة ولا هيبقى حالو حال نظيره في برامتز والمجموع برامتز ممكن يعمل حاجة ولكن النتائج هتتوقف حسب زرور المجموع الموضوع كله في إيديك فيوتشر نفس الكلام البداية برضو هتبقى مهمة جدا جدا قدام سوبر سبورت الجنوب الأفريقي بعد كده هلعبت حد العاصمة في الجولة التانية غالبا هكون في الجزائر لكن إن شاء الله يكون موفق فيه أو المباراتين فيه